تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ومن هذا المنطلق فإنني أبشر إخوة الأعزاء الذين كانوا يرغبون بالقدوم إلى مكة لأداء نسك العمرة أو إلى المدينة من أجل زيارة المسجد النبوي بأن الأجر الذي قصدوه سيكتب لهم بإذن الله عز وجل كاملا لن ينقص منه شيء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من تبوك قال لأصحابه إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وادية إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر حبسهم العذر ومن هنا فإني أبشر أخوتي الذين لم يتمكنوا من أداء العمر في هذه الأيام بأن أجرهم سيكتب لهم كاملا حفظ الله أموالهم لم يبذلوها في طيران وفي تنقل وفي سكنة وكان لهم الأجر الذي قصدوه بدون أن يكون عليهم أي كلفة أو أي مطالبة مالية ولو كانت قليلة وبالتالي هنيئا لهم بالأجر والثواب ومن هناك دفع ترجمة نانسي قنقر